يا رب وصرت بالخمسة ثلاثين سنة تجوزت وفتحت بيت لحالي وحسب الحاجة يعني أنه دحقت أنه يعني أنا ما خرجي أشتغل ماذا بدي أشتغل؟ عملت ماتور ثلاث دواليب قلت بدي أشتغل يعني بظهر الماتور شو منصار لي يعني حمل طلبات أي شغلة يعني أثنان وماشي على الطريق ضربني صالون كسر لي جرية اثنين وإيدي هاي يعني فوق الإعاقة هالسبب هذا خلاني معد أقدر أشتغل حتى على ظهر الماتور يعني يعني إذا أركب الماتور أركبه فترة قصيرة من الوقت يعني ما خرج أطول بظهر الماتور لأنه جريس صار من الآثرة الكثور يوجعني يعني كمان يعني حسب حاجتي أعمل الدريجة صغيرة مشان يعني أروح أقضي حاجتي أتفوت على الحمام أو يعني إذا أريد أطلع جدام البيت أقرب قرية علي تبعد عني تقريبا شي ثلاث كيلومتر وأني صاير أكيد كثير ناس تعرف ضيعتي اسمها سبيلة يعني على أي طريق بدي أنزل يعني على القليلة بي أطلوع أو أنزول شغلة ثلاث كيلومتر وهي الشغلة يعني عما تصعب علي كثير يعني حسب أنه يعني وضعي يعني ما عايشة الرباعي إدي وجري يعني ما أقدر أحركي يعني بصعوبة يعني أركب ماتوري بدي حدا يركبني عليه ولما بدي أنزل بدي حدا شيني من فوق الماتور ينزلني عنه كمان على البيت هذا الشغلة عما تصعب علي كثير أنه أنا قاعد يعني بصريحة العبارة أنه جرية مقطوعة يعني يعني معزولة عن القرى اللي حواليها بل أخير يعني اللي أتمنى من ربي أنه يرزغني لو حق دكان يعني يعني صغير حتى ما أمديدي للناس وأحتاج إلى حدا وأكون يعني ما أعتمد على الله تعالى ثم على نفسي مشان ما أحتاج إلى حدا يعني موسيقى